ولا تفهم والناس اللي عندها مبدأ وعندها رأي واحد كل مرة هما لاتعق بياخ حاجة عجيبة جدا فسياسة النفاق حلوة ومجزية ومربحة مربحة ما حدش بيقرب بينهم احنا ما اسمعناش في يوم ان حد قرب ولا حد حد قالوهم مش عارف ايه احنا توقفنا بدل المرة ستمائة مرة ومازلنا مهددين بكل اسف واسف لا للشيء الا انك لك موقف واضح ومحدد باختصار شديد عشان عدراتكم بعارفين الاتحاد قدم تنازلات مؤلمة شديدة جدا في هذه الازمة عشان يعبر الازمة ورامي عباس عيسى انتصر انتصارا صاحقا وحصل على كل ما يريد واللعيبة ومحمد صلاح تم خلاص ازالت سورة صلاح من على الطيارة اعتبرها ازالت يتم رفع الصور بالكامل من الشوارع الا اذا حصل اتفاق مع بعض اللاعبين وتنتقى الازمة عند هذا الحد متكلموش عن رعاية بعد كده بقى متكلموش عن رعاية وتكلموش عن فلوس ومتكلموش عن مش عارف ايه ومتكلموش عن ايه لانه الامر الحقيقة ما بقاش محتاج ده طيب محمد صلاح ما كانش هالعب كاس على ما كان هالعب كاس على ده في البعض ده لك ايه بقى ده ضيع الانفراد المبارح لانه دماغه مشغول في الازمة اللي في مصر لا يا شيخ لا بجد صدق ضحكتني صدق عايز اضحك اضحك اوي ولا اعمل ايه ادي كلام احنا عايشين فيه وقادي نغمة للأسف الشديد نشاز احنا بنعيشها مع البعض ويطلعوا يتكلموا ويقولوا ويحكوا انا بتكلم على برامج رياضية على فكرة عشان يبقى كلامي واضح ومحدد راح لمين وجاي منين واللي كانوا بشتمون من شهرين دلوقتي بقوا مهم اجمل ناس واحسن ناس واجدع ناس واكذا والامور تمشي كده وزير الشباب كان له دور كبير جدا في حل هزي الازمة ما انسى